ونبقى في الشأن التنظيم حيث أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان برمحمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم شارقة مرسوما أميريا بإعادة تنظيم هيئة الشارقة للكتاب ونص المرسوم على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وبحسب المرسوم يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من الحاكم أن تنشأ لها فروعا ومكاتب في باقي مدن ومناطق الإمارة ونص المرسوم على أن تهدف الهيئة إلى تحقيق عدة أهداف منها العمل على تشجيع الاستثمار في الصناعات الإبداعية وزيادة حصتها وتوفير منصة فكرية للتبادل المعرفي والفكري والثقافي بين الشعوب والحضارات والثقافات والتأكيد على أهمية الكتاب وأثره في نشر الواعي في المجتمع في ظل التطور التقني وتنوع مصادر المعرفة وتعزيز مكانة الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لاستقطاب المعنيين بقطاع الثقافة بوجه عام والنشر والطباعة والترجمة والتوثيق بوجه خاص إلى جانب تشجيع أفراد المجتمع على التعلم المستمر وتنمية قدراتهم على التكيف مع أوضاع الحياة المتغيرة باستمرار كذلك دعم الحركة الثقافية والبحث العلمي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية كما نص المرسوم على أنه مع مراعاة تشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة عدة اقتصاصات منها رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للهيئة واقتراح التشريعات والأنظمة التي تسهم في مراجعة وتطوير السياسات المتعلقة بالكتاب أيضا جمع الوثائق والمخطوطات الأثرية الإماراتية والعربية والدولية وحفظها بالطرق العلمية والتقنيات الحديثة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى في الإمارة إلى جانب إعداد وتصميم وتطوير واستخدام وصيانة المواد والبرامج وقواعد البيانات المتعلقة بالنشر والطباعة والترجمة والمكتبات وغيرها مما يتعلق بالكتاب والمشاركة في الفعاليات المعنية بالنشر والطباعة ومعارض الكتب داخل الإمارة وخارجها فضلا عن إبرام الاتفاقيات ومذاكرات التفاهم والشراكات مع الهيئات والمؤسسات المثيلة داخل الإمارة وخارجها ووفقا للمرسوم يصدر بقرار من الحاكم تحديد الجهات المتخصصة والوحدات الإدارية التي تتبع الهيئة كما يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يمثل السلطة العليا فيها ويشكل من رئيس وعضوية عدد من الأعضاء الذين يصدر بتسميتهم مرسوم أميري كما نص المرسوم على أن يتولى المجلس مباشرة أعمال الهيئة وتصريف شؤونها والعمل على تحقيق أهدافها محددا اختصاصاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر